حذر رئيس التونسي قاس سعيد من المحاولات السعية لعقد جلسات للبرلمان المنحل وقال أن قوات ومؤسسات الدولة ستتصدى لمن يريدون العبث بالدولة ودفع تونسيين للاقتتال واصفا المحاولات بأنها يائسة وليس لها قيمة قانونية على حد تعبيره يأتي ذلك بعدما دعا رئيس مجلس نواب راشد الغنوش البرلمان لعقد جلستين كاملتين هذا الأسبوع للنظر في إلغاء الحالة الاستثنائية التي أقرها سعيد منتصف العام الماضي